ودلوتي مشاهدين أتسعى بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز إخباري جديد معلمية فضليلا شكرا لكي منا أتسعى صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر ثابتون بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين حيث تم التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة وأكد الرئيس السيسي أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسية والأمنية وذلك لتهديئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحدية من الطرفين من جانبه أكد بلينكين أنه في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين فإن واشنطن تعول على التنصيق الحثيث مع مصر بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهديئة واحتواء الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكية بالقاهرة أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن حرص مصر على تعزيز العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة والضغوط التي تواجه العديد من الدول النامية في العالم وأعرب شكري عن تطلعه لتحقيق المزيد من الاستثمارات الأمريكية وتعزيز العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الروسية موسكو لمتابعة مصار العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضحت وزارة الخارجية أن شكري سيناقش مع المسؤولين الروس مجملا ملفات العلاقات الثنائية والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون بما يحقق مصالح البلدين وأضفت الخارجية أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها المختلفة قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإقبال الضعيف في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم تعد لديهم ثقة في البرلمان وأضف سعيد خلال لقائه مع رئيسة الوزراء ناجلاك مودن أن البرلمان كان خلال العقد الماضي مؤسسة تعبث بالدولة وكان دولة داخل الدولة وقال الرئيس التونسي أن 90% من من يحق لهم التصويت لم يشاركوا في عمليات الاختراع أعلن منصق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الإدارة الأمريكية تورد كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا تأتي تصريحات كيربي بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لن تزود أوكرانيا بمقاتلات F-16 هذا وبدأت واشنطن توريد الجيش الأوكرانية بالمعدات المدرعة الحديثة ونقلت الأسبوع الماضي أيضا أكثر من 60 مركبة قتال مشاه من طراز برادلي كما أعلنت أنها سترسل إلى أوكرانيا أيضا مدرعات سترايكر ودبابات أبرامس أعلن الرئيس الفرنسي أيمنويل ماكرون عن الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا يجب أن لا تستخدم لاستهداف الأراضي الروسية وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي في لهاي إن أحد معايير توريد الأسلحة هو أنها يجب أن لا تؤدي إلى تصعيد النزاع في الوقت نفسه لم يستبعد ماكرون تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدي للحرب الروسية أكد وزير الدفاع الأمريكي الويد أوستن أن بلاده ملتزمة بشكل صارم بالدفاع عن حلفائها في الشرق أسيا ضد التهديدات العسكرية والنووية وأضف أسن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي أنهم يواجهون استبزازات متزايدة من كوريا الشمالية مدين الانتهاكات نظام بيونج يونج من جانبه أيضا قال وزير الدفاع كوريا الجنوبية أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على تعزيز الشراكة العسكرية الثلاثية مع اليابان مشيرا إلى أنه سيتم إجراء منورات مع الولايات المتحدة في فبراير المقبل لردع كوريا الشمالية تشهد فرنسا اليوم احتجاجات حاشدة ضد خطة الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما وكانت النقابات الفرنسية قد دعت إلى مزيد من الإضرابات في قطاعات تشمل الموانئ التجارية ومصاف النفط ومحطات الوقود والسكك الحديدية وفي وقت أعلنت فيه السلطات الفرنسية حالة التعبئة العامة وحشدت نحو 11 ألفا من رجال الشرطة استعدادا للتحركات الاحتجاجية الواسعة والإضراب العام الذي ستشهده عدة قطاعات